هذه مجرد واحدة من عدد من عيادات التجميل التي تقدم خدمات التجميل في دو هوك في الداخل تنتظر نسوة لرؤية الطباء وجرح تجميل يقدمون مجموعة من علاجات التجميل المختلفة تقدم العمر بالنسبة على الأربعينات لازم أكون أهتم بجمالي أهتم بنفسي لازم يعني كان قبل ما نهتم جدتي أمي ما تهتم ما كان فيها الشيء هاد ولا كان فيها الأطباء هاد بس هسا فيه أجهزة فيه أطباء ماهرين فيه فلوس فيه كل شيء من حق أي شخص يكون يهتم بجماله اشتركوا في القناة تزايد الطلب على عملياته وإجراء التجميل في السنوات الأخيرة أدى إلى افتتاح عدد من مراكز التجميل الجديدة وتشمل العلاجات كل شيء من تعديل الأنف وحشبة الشفاه والخدود وشفط الدهون والبوتوكس لرفع الحاجبين وعلاجات الوجه بالليزر وغيرها من العمليات الجراحية جراح التجميل الدكتور كروان عز الدين برواري الذي يدير عيادة في دهوك يقول إن النساء كان يثنين هنا في السابق البحث عن هذه العلاجات بسبب التكلفة العالية وأيضا بالأسباب الدينية لكن الأمر لا يتعلق فقط بالنساء اللواتي يرغبن في الظهور بشكل أفضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة